اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة كابتن سوريا تحياتي لكم الله يسعد وقاتكم اخبار المنتخب السوري الاول للرجال اخبار متتالية ومتتابعة والحمد لله عوامل ايجابية خصوصا بعد تعيين الكابتن نزار محروس مدربا للمنتخب السوري بالبداية مدرب نزار محروس اخر الاخبار يوم السبت بكرة رح يكون بدمشق للاجتماع مع الاتحاد السوري لكرت القدم بالنسبة لتفاصيل العقد وبالنسبة للمعسكرات القادمة وبالنسبة لاختيار ارض المنتخب السوري الافتراضية بالتصفيات القادمة باذن الله تعالى ابرز كلمات نزار محروس وابرز الاخبار القادمة من المنتخب السوري نزار محروس قال عن المحترف خليل الياس هو لاعب جيد واذا كان عنده رغبة باللاعب مع المنتخب السوري فبتمنى من الاتحاد السوري لكرة القدم والسيد فراس معلا لإسراع بإنجاز الأوراق الخاصة باللاعب من أجل قدومه للمنتخب السوري لأن وجود اللاعب خليل إلياس رح يشكل إضافة كبيرة للمنتخب السوري من جانب آخر بالنسبة للكادر الفني اللي رح يكون مع الكابتن نزار محروس تم تعيين الكابتن غسان معطوق بناء على طلب نزار محروس مساعد لمدرب منتخب سوريا إذن غسان معطوق مساعد للمدير الفني نزار محروس بالأيام القادمة نزار محروس صرح أيضا لقنوات الكأس وقال أنه الباب مفتوح لجميع اللاعبين السوريين الموجودين بخارج سوريا والمميزين ورح نكون نحن من المرحبين إلهم في حال تمت دعوتهم للمنتخب السوري اللي خوضوا التصفيات وأبرز كلام نزار محروس أنه صفحة عمر خريبين ومشكلة عمر خريبين السابقة تم حلة وعمر خريبين رح يكون متواجد بالأيام القادمة وبالمعسكرات القادمة أيام الفيفا دي يوم الثانيين رح يبدأ المعسكر لللاعبين السوريين المحليين فقط معسكر السوري رح يكون بدمشق نزار محروس رح يرسل دعوات لللاعبين المتواجدين في سوريا فقط الخارج سوريا مثل عمر السومة ورد السلامة محمد مرمور ما رح يكون متواجدين مع المنتخب لأن هاي الأيام معنا أيام الفيفا دي وآخر كلمات نزار محروس قال لم يكن لدي شروط تعجيزية بالمرات السابقة التي عرض علي تدريب المنتخب السوري ولكن خلال مراحل التفاوض لم تتم الأمور لأسباب معروفة وأسباب غير معروفة طبعا أصدب الأسباب المعروفة هو التدخل المباشر بعمله كمدير فني للمتخب السوري وفرض اللعبين عليه من داخل اتحاد السوري لكرة القدم بالإضافة لأمور مالية أمور معسكرات أمور تجهيزات إلى آخره وقال لا يقبل أي مدير فني التدخل في قراراته وأي فرض لقرار أو خيار أو شخص مرفوض بشكل كامل ومن المنطقي أن أتقبل أي رأي أو استشارة فقط وقال سنعمل بما نملكه بين أيدينا فالوقت ضيق وسيتم البحث بكل الخيارات والاستفادة من اللاعبين المحليين وحتى المحترفين المتوفرين وسنبدأ العمل مباشرة للأسبوع القادم وقال نزار محروس أنا ما تبعت الدوري السوري 100% ولم يكن بالإمكان مشاهد جميع مباريات الأسبوع في نفس الوقت لكني تابع جميع الأندية وأعرف معظم اللاعبين دورينا المحلي دوري ضعيف مقارنة بكبار آسيا وعلينا العمل على تطوير النواحي التدريبية من ناحية الإمكانيات والتجهيزات والبنى التحتية وتطوير ثقافة ودهنية اللاعب المحلي ولا يمكنني أخذ قرار متسرح حول الأرض البديلة ومن وجهة نظري علينا الابتعاد عن دول خليج رغم أمورها اللوجستية الممتازة ولكن هناك سلاح قوي وهو المناخ الذي يساعد خصومنا في المجموعة فالرطوبة ساهمت بخفض 50% من مستوى اللاعب السوري باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين المتميزين وقد أضطر للبحث عن جدئيات صغيرة لاستبعاد بعض اللاعبين على حساب اللاعب آخر في نفس المركز إذا ثبتنا على تشكيل دون غيابات سنضمن أن لا نهاب أحد لم يتم الحديث بتفاصيل العقد بعد وسيتم البحث فيها يوم السبت القادم ونتمنى الوصول لعقلية متطورة دون النظر للنتائج السريعة المعلبة بعيدا عن التخطيط والاستراتيجية من أجل مصلحة المنتخب أيضا نظار محروس أرسل رسالة لمحترفنا السوري محمد عثمان بضرورة الإسراع بإيجاد نادي للتعاقد معه من أجل الحفاظ على لياقته البدنية وعلى مستوى من أجل دعوته للمنتخب السوري لا يوقع أن يكون لاعب محترف من دون نادي حتى الآن هذه كل الأخبار إذن الكابتن نزار محروس ما بيرحب بأي دولة من دول الخليج تكون أرض بديلة للمنتخب السوري ممكن يختار الأردن ممكن يختار لبنان ممكن ينفرض عليه دولة السعودية أو دولة قطر باعتبار ممنوع نلعب بالإمارات لأنه موجودة بمجموعتنا أنا بتمنى كرأي شخصي نلعب بالأردن أو نلعب باللبنان بسبب المناخ صح عندنا جالية سورية كبيرة كتير بقطر أو بالإمارات أو بالسعودية لما يلعب المنتخب السوري رح يكون الملعب ممتلئ لكن أمور المناخ عم تضعف كتير من مستوى اللعب السوري خلال المباريات وشفنا هذا الشيء بالمباريات الأخيرة أمام منتخبات المتابعي قناة كابتن سوريا تحياتي لكم الله يصعد أوقاتكم يا رب وإن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم بتكون جمعة خير على سوريا والسوريين بإذن الله تعالى تم قبل قليل الانتهاء من سحب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عام للمنتخبات الأولمبية اللي رح تكون العام القادم أوزباكستان 2022 تصفيات رح تكون هذا العام بإذن الله تعالى بمشاركة منتخبنا السوري أبل مفوض بالتفاصيل بيتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة اشتركوا له والله لازم الاشتراك ببلاش وعلقونا بالتعليقات شو تعليقاتكم وشو هي آمالكم المبنية على المنتخب السوري وعلى المجموعة منتخبنا السوري وقع بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر واليمن وسيرلينكا البطولة رح تكون على نظام التجمع جميع مباريات مجموعة منتخبنا السوري رح تكون بدولة قطر بيتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل خمث ثواني من المنتخبات اللي بتحتل المركز الثاني ب11 مجموعة لذلك المنافسة رح تكون شريسة بين المنتخبات منتخبات اليمن وسيرلينكا ما عنا أي معلومات عنا لكن دائما المنتخبات بالفئات السينية بيكون مستواهم غير المنتخب الأول لذلك يجب علينا الحذر إن شاء الله ممكن نتأهل كبطل للمجموعة منتخب قطر غني عن التعريف عنده أكاديمية أسباير وعنده لاعبين ومدربين ومنشآت رياضية على مستوى عالمي لكن إن شاء الله بهمة شبابنا وبهمة الموجودين بقيادة الكابتن رأفة محمد المنتخب السوري قادر على التأهل بإذن الله تعالى إذن مجموعة سوريا هي قطر واليمن وسيرلينكا كل التوفيق لنسور قاسيون وهي البطولة هي مفتاح التأهل لكأس آسيا وكأس العالم والأولمبياد اللي بعت طوكيو بإذن الله تحياتي لكم اشتركوا بالقناة دعموني بالضغط على زر اللايك والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله